اصبح 80% من شركة السلام ميديا كاست مملوكة للمجموعة الإعلامية القطرية التابعة لمجموعة غانب بن سعيد السعيد وأولاده القابضة في صفقة تؤكد توسع الاستثمارات الإعلامية في المنطقة وتشير إلى بداية تحولات كبيرة في هذا القطع احنا شفنا أن مجال ميديا مجال واعد جدا ونومي بشكل كبير ومن عادتنا أننا بدل ما نبدأ من الصفر نبدأ مع شركاء استراتيجيين يكونوا موجودين في السوق عندهم رؤية عندهم وضوح في أهدافهم لهم زبائنهم ونعتقد أننا بمشاركتنا لهم وهم يضيفون لنا النوها والمعرفة والسوق ونضيف لهم بعد جغرافي شركة السلام ميديا كاست المتخصصة في تأمين الخدمات السمعية والبصرية والبث والأنظمة المدمجة والحلول الأمنية الحديثة اعتبرت الخطوة هذه دعما لتوسعاتها الإقليمية السلام ميديا كاست لها باعة طويلة هي موجودة من تقريبا من سنة ال76 وهي أسست محطات كتير في المنطقة العربية وامتدت نشاطاتها إلى كردستان العراق وإلى فاكستان وإلى أوكرينيا وطبعا موجودة في لبنان والإمارات وقطر وعمان والسعودية فالها باعة طويل جدا وهذا الباعة نحن نقويه حتى نأخذ نشاطات أكبر من هذه اللي نعملها وفي تطورات كثيرة واستراتيجيات كثيرة لتطويل السلام ميديا كاست سفقات من هذا النوع برأي خبراء تبين أن قطاع الإعلام بدأ يرسم ملامح جديدة لاستثماراته في ظل توجه بعض الدول لتعزيز مكانتها في هذا المجال الحيوي الذي غير خارطة العالم عمر طيب يا رؤية الاقتصادية دبي